فتح مشروع جديد من قيمة الريسنت فايلز او شاشة الريسنت فايلز هي عبارة عن شاشة بيظهر لك فيها اخر مجموعة من الملفات اللي انت اشتغلت عليها وبيظهر لك هنا سمت نيل للملف او صورة سكرينشوت لي عيس يديك امكانية انك تتعرف على محتوى البروجيكت ده ولما تقف عليه بالماوس بيظهر لك المصار المفايل ده على الجهاز بتاعك وتاريخ اخر تعديل وكمان حجم الملف ممكن هنا تحت افتح اوبن بيحدد لي المكان اللي انا حددته فيه عشان افتح اي بروجيكت انا مسايفه عندي على الجهاز او ممكن ان انا اعمل بروجيكت جديد من خلال الضغط على نيو واختار التمبلت اللي انا بشتغل عليه التمبلت اللي بتظهر عندي هنا هي اللي احنا قلنا عليها في قيمة التمبلت لوكيشنز من الفايل لوكيشن في الوبشنز ديالوج وممكن انا اعمل براوز عشان احدد اي تمبلت انا بشتغل عليه وليكن مسلا الديفولت ميتريك اب وعمل اوبن بعد كده بعمل اوكي هيفتح بروجيكت جديد بالتمبلت اللي انا حددته له ممكن نرجع تاني لقائمة الريسنت فايلز من خلال تاب فيو واروح على اليوزر انترفيس وفعل الريسنت فايلز هيفتح لي القائمة تاني طبعا التمبلت اللي احنا قلنا عليها قبل كده في المين ابليكيشن منيو من اوبشن الديالوج واروح على الفايل لوكيشنز التمبلت اللي انا بحطها هنا هي اللي بتظهر لي في الريسنت فايلز زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن ان انا اضيف تمبلت او احدد ترتيب او اولوية وجودها في القائمة او ان انا احذفها من خلال الوبشنز ديالوج في التاب اللي اسمها فايل لوكيشنز